لكن هو فيه خلل أساسي إحنا عايزين نتكلم عنه النهاردة لازم يبقى عندنا إذا كون أردنا نحل القصة دي إن يرجع لغة التفاهم بيننا مرة تانية فإحنا عندنا حاجتين لازم نراجع إزاي بنفهم بعض ودهت بيكلمنا عن ميكانيزم التفاهم ما بين الزوجين ورازم كمان نتكلم عن حاجة تانية مهمة جدا 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 إزاي بنعبر لبعض عن حبنا لأن اكتشفت إن كل ما زاد التعبير عن الحب كل ما زاد الفهم حاجة غريبة جدا إيه بقى الميكانيزم بتاع الفهم الميكانيزم بتاع الفهم عندنا فيه ثلاث حاجات بس خلينا نقول برضو إن عدم التفاهم برضو جاي لإن الزوجين جايين من ثقافتين مختلفتين زوجة شرايح القاضي رضي الله عنه بتقوله أنا امرأة غريبة فقل لي ماذا تحب وماذا تكره أنا امرأة غريبة يعني جاي من ثقافة تانية من بيئة تانية فأنا بيئتي غير بيئتك وسقفتي غير ثقافتك فلازم نعرف إن من أسباب عدم التفاهم اختلاف الثقافة وكمان اختلاف البيئات فلازم نفهم ده بشكل صحيح كمان الظروف الخاصة ببعض الناس يعني واحد عنده مرض وهو يعيني عنده حساسات تجاه المرض أو حساسات مفروضة تتجاه المرض فتلاقيه حساس طول الوقت وعنده عدم فهم أنت أصدق بتشيري إلى إيه إن أنا غير كفء للجواز إن أنا مش قادر أقوم بمسؤولياتي بإلي أنا عندي ده أنت أصدق إن أنا مش جميلة عشان تقدر تكتفي بي الظرف المعين والسمات المعينة للزوج بتخليه أكتر حساسية بتخليه بيفهم الكلام بطريقة تانية خالص يبقى الأسباب دي كلها بتقدي لعدم الفهم طب إيه بقى اللي إحنا عايزين نعمله عايزين نرجع إلى إن إحنا نفهم بشكل صحيح يعني عندنا في ميكانيزم الفهم ثلاث حاجات مسلس كده إزاي نفهم بعض أول حاجة الفهم تاني حاجة تفاهم تالت حاجة تفاهم ليه؟ لأن إحنا عندنا حاجة بتحصل قوي 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 إيه اللي بيخلي الناس يباني إن الناس مش فهمة بعضها إن كل واحد بيفهم التاني زي ما هو عايز يفهمه مش زي ما هو تكلم ولذلك في بعض الأحيان فيه نوع من أنواع الزن هو الزن لإن أنت ما فيمتنيش وده بيحصل عند الستات هو الزن الذي يريد أن يفهمك أنت ما فيمتنيش فتكرر الست الكلام مرة واثنين وثلاثة عشان هي ما تفاهمتش وفيه نوع تاني من الزن زن اسمه الزن العقابي بتزن عليها عشان تعاقبه لأنه هو دايقها فبتعاقبه بالزن ده أو هو بعاقبها بأنه يزن عليها أنت النهاردة عملت ساعدت الأولاد روحت مع الأولاد المدرسة ولا لا أنت النهاردة أكدت على أن إحنا الاسط بتاع المدرسة ولا لا أنت النهاردة أكدت على والدتك أن إحنا مشان نقدر روح لها الأسبوع دوت ولا لا بعد ساعتين اتصلت بيها ولا لا ما أنا كانت بعمل للأكل اتصلت بيها ولا لا هي تقوله اتصلت بالرجل اللي عيجيب لنا الحاجة الفلانية ده اسم الزن العقابي ده بيخلي الشخص حاسس إن الكلام تقيل بيقدي آه الشعور أيوة الشعور اللي أنتو حستوه دلوقتي صحيح إن هو ابتدنا نحس بقى إن الكلام نفسه بقى تقيل فالزن ده أحد أهم موانع الفهم ليه؟ أنا مش عايز أسمعه أنا عارف أنت هتقول إيه؟ ليه بقى؟ ما خلاص الكلام بقى تقيل على قلبي عشان الزن ده فإيه اللي حاصل؟ ففي الفهم افهم شريك حياتك زي ما هو تكلم بزي ما أنت عايز تفهمه يبقى أول حاجة أول ركن من أركان لغة التفاهم يبقى الفهم أن تفهم شريك حياته كما قال لا كما تريد إيه اللي بيخليني أفهم شريك حياتي كما أريد؟ إن أنا عايز أحصن نفسي لحسن يضحك علي لحسن يأكل بعقلي حلاوة فأقول إن هو وبيتكلم عنده أجندة فأنا فاهم كلامه قبل ما يتكلمه فيبقى كلامه معايا تحصيل حاصر لا دي مش أمانة على فكرة ولا دي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أدي الأمانة لما تمنك إيه اللي دخل الأمانة دي الوقت يا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المجالس بالأمانات فالكلمة أمانة فعشان ما تسمعش نفسك حاجة ما تقلتش فاسمعه هو بيقول إيه هو بيسألك دلوقتي طب إحنا عناعمل إيه وإحنا حصل لنا أزمة مالية في حياتنا عناعمل إيه آه ده بيمهد عشان هيعمل ليه بمصيبة هيعمل ليه مفاجأة هيعمل ليه مفاجأة إن إحنا ما عندناش فلوس الشهر ده لا 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 إفهميه زي ما هو بيقول قولي له طيب يعني إيه يعني حضرك أصد إيه لما أنا ما فهمش يبقى نستفهم طيب أنا فهمته زي ما هو تكلم الخطوة الثانية التفهم التفهم يعني إيه أفهم دوافعه من وراء الكلام إيه فلازم أفهم دوافع الشخص ده ولذلك بنعمل إيه عشان يجعلهم يتفهمه لما بننجي ندربهم نروح مقومينه من مكانه نععده مكانها ونقومها ويععده مكانه مكانه ويبتدي يتكلم على إنه هو الشخص الثاني عشان يقدر يفهم دوافع الشخص الثاني أو نعمله تدريب المراية إنه هو يتكلم كده وهو إيه اللي حاصل وهو شايف التاني فبيتكلم عنه فيبتدي يتكلم وهو فهم الشخص الآخر حسس بإيه هي تكلمت عشان هي خايفة ما يجيش يقول له هي خايفة من إيه يا سيدي هي خايفة هو زعلان لأنه حاسس أنه عدم التأدير أنا ما قدرتوش هو أنا قلت له حاجة مع المشكلة أن أنت ما قلت لهش حاجة لما ما قلت لهش حاجة هو قلبه تواجع فأنت كنت لازم تقول له حاجة يبقى إذن في التفهم لازم الإنسان يكتب على قلبه كده حديث رسول الله صلى الله يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحبه للنفس أنت لو كنت في مكان وعا تحب إيه إنه هو يتفهم أنت بتقول الكلام ده ليه وآخر خطوة بقى التفاهم آه أنا فهمته زي ما هو قال وتفهمته بس إحنا لسه مختلفين ما نقومش من الحوار إلا ومساحة مشترك إحنا مختلفين على إن الأولاد نربيهم إزاي لكن نقدر نتفق على المعايير اللي إحنا نحطها إن أولادنا يتعلموا بمستوى يضمن لهم إن هما يتطوروا في المستقبل إن هما عن نتحمل شوية بس إن أولادنا يتعلموا بشكل كويس إن إحنا عن نستثمر في أولادنا ولازم نعرف إن إحنا عندنا مهلكات للحوار المهلكات للحوار اللي هي المهلكات النكادية اللي هي إيه اللي هي كسرت الانتقاد وكسرت اللوم وكسرت الإيه الشكوى هو بيقول له أنا مش قادر أتحاور معاه كل ما نقعد تنكد علي إيه يعني إيه تنكد عليه بتنتقدني بتلومني بتشكو مني هو برضو كل ما عود معاه بينتقدني مفيش حاجة عجباء هي كمان بتقول هو بيلومني بيلومني على كل حاجة وكأن أنا اللي عملت كل حاجة أنا اللي عملت سوق بالأذون وده مش حقيق حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلمنا ويقولوا للناس حسنة ولازم نفهم كده يبقى إذن التلاتة دولة بيضيعوا دي ولابد أن احنا نتذكر أن نشيك حياتنا محتاج للاهتمام والرعاية وانت بتحاور حد لازم تعطيه الكلمات الحلوة الله سبحانه وتعالى يقول وقولوا للناس حسنة وقولوا للناس حسنة وأول للناس اللي ممكن نقول لها حسنة زوجتنا فدائما لازم يكون عندك كلام كده تبتدي به تفتح قلبه كل واحد فيه هنا لازم يلقب زوجته ولقب ده لما يجي واحد يتكلم حد مهم عنده يقول له وفولان يا بي يا باشا يا أمر يا أمير يقول له كلام كده طب إزاي أنت بتكلم زوجتك وإزاي بتكلم زوجك وهو ملوش لقب عندك إزاي مثلا أميري حبيبي سلطان كلام اللي فيه تدليل عشان يتفتح قلبه عشان الحوار لكن احنا مع بعض دخلين معركة أكيد الحوار مش هاستمر